استهل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي بالوقوف دقيقة حدادا على روح رئيس الوزراء السابق المهندس شريف اسماعيل تقدم رئيس الوزراء بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة بخالص التعازي إلى أسرة الراحل ومحبيه مؤكدا أن إسهامات الفقيد ستظل خالدة في وردان المصريين لفتا إلى أنه كان طرازا خاصا من المسؤولين ومثالا يحتذى به في المسؤولية وله بصمة ملموسة في فترة دقيقة من تاريخ الوطن